منه ولا ايه؟ سيبك من حج صبري الله او انا مش مالع نيك ولا ايه؟ ناجس تقول لي استنى لما اسأل عنك لا زكريا انت اشهر من النار على العالم ومال فين المأزون؟ وادي المأزون اه اه والمأزون جي اهو وانا الشاهد لهو وادي البطاجة خلص الكلام بتعمل يا زكريا؟ بقى عمل اللي كان لازم اعمله من الاول لازم تبقى فاهم انه لسه ما تخلقش انه يكسر رقى بتاعي تلعطار يا عجل يا زكريا بتجلبش الفرح ميتم مين اللي قيل انه تقلب؟ معتزم؟ تبع دي مولان افتح ده فترك يا مولانا افتح الليلة زي ما هي يا زكريا؟ فرح ايمان بنت المحمدي على معتصم ابن عبدالهادي بموك عليك يا حاج زكريا بيقولكوا اتطمنوا هو رجع قريب زكريا بعتك انت لي يا نادي هو اللي قالك ان احنا هنا في بيت مراد؟ لا يا ماما انا اللي قلت له على مكاننا نادي يا تبقى امراد اخويا زكريا ايه؟ زكريا مش متجوز غيري استني يا هايد من فضلك ما تزندش ان ذا وقت على الغاز يا صالح انت بتقول ايه بالزبط؟ ما عام مسليم ولا فيها الغاز ولا حاجة دي الحقيقة وده اللي انا عرفته نادي يا تبقى امراد اخويا زكريا وهي حامل منه كمان والله قال لي على الموضوع ده حربي لان هو كان شاهد على عقد الجواز بتاعه وزكريا جوزك ليه بنت الرايق على ما انت؟ اسأله حضرتك هو الوحيد اللي ممكن يجاوب على السؤال ده دي جاية ترمي بالاكي على زكريا ولا ايه؟ زكريا ما بيخلفش وحتى لو كان الكلام اللي بتوليه ده حقيقي فانت مش هيبقى لك اي لازمة بعد ما تقلي فيه ابن العطارين مش هيتربى في كباريهات صح يا سليم بي الربوه زي ما انتو شايفين بس ياريت باعدوه عن الدم اللي انتو غرقانين فيه انت كذابة وحربي اكيد كذب عليك زكريا مستحيل يعمل كذا استني بس يا عادي عشان نفهم وتفتكري زكريا كان مخبي علينا لي انا وصلت الرسالة عندكو ابنكو باسألوه عن اذنكو استني انا دي يا جماعة انا شايف ان احنا ناجل كلام في الموضوع ده لحد ما زكريا اخويا يرجع شاينفع خالص اللي انتو بتعملو معاها ده وزكريا اخويا مش موجود صح مظبوط يا صالح تقدر انت تتكلي على بيت ابوكي دلوقتي يا بنت الرأي ولما يظهر زكريا هنعرف اذا كان اللي في بطنك ده ابنه ولا لا ده اذا كان في بطنك حاجة من اصله وساعتها هاي باننا كلام تاني مبروك يا نادية نادية قلت لهم لي يا صالح كان لازم يا نادية اقول لهم من حقهم يعرف انا عايزك هنا تبقى فروستينا انا لما عرفت موضوع جوازي كنتي وزكريا لقيت عليكي لا حد يعرف ممكن يعملك اي حاجة واعدت ادور عليكي ما لقيت كيش فتأكدت ان زكريا بيحمي مراته ودنه عشان كده سبتهم يدبحوا فيه لا اقسم بالله ابدا انا كل اللي جاف بالي ان انا عايزة لمي الموضوع انا مش عايز زكريا اخوي ادخله في حرب تانية يخسر فيها كل اللي حواليها نادية هرجوك يا زكريا لما هيرجع هيحله كل حاجة صدقيني طب هو قالك هيرجع يا امط اللي عرفه هو اللي قلته هو قالي ان هو هيرجع قريب مش عارف يتكلم اي حد فيكو عشان تليموناتكو كلها مترقبة ولو عارفوا مكانه كل حاجة هادموز اه زكريا يا اخوي عنده حق لما ينفعش حد فينا يوصل للتاني زكريا حوالي ناس كتير عايزة اتوقعه يا نادية احنا بمر بأزمة كبيرة كبيرة بس ان شاء الله هتتحل صدقيني هتتحل اهم حاجة لما يوصلك عايزك تفاهمين ان احنا كلنا جاهزين وان الليلة كلها في ظهر كبير العطارين زكريا العطار نادية بعد اذنك سواني عايزك طب اسمع بكرة الصبح عايزك تفضل حنروح مشوار مهم مشوار مهم فين يا ام ماهو ماينفعش نرجى حق العطارين وفي واحد واخد من العطارين حتة لازم كل حاجة ترجع في مكانها الاول اللي حصل ده باطل شرفت يا شيخ متجربش من بنت يا معتاصل فاهم؟ إلا برضاها يا حاج خلونا في المهم العمودية ترجع تاني لعيلة العطار وده عشان ننسى اللي حصل ونعتبر انه اصلاً ما حصلش عيلة عبدالهادي وعيلة المحمدي دلوقتي يبقى أبا منهم منسب يعني ننسى الخلافات القديمة عايزين الخير يعم معك كل انا مش هغلط غلطة ابوية تاني وانت يا حاج وفيك ايو هتفكر تغلط غلطتك دي تاني عشان لو حصل انا همحي عالتكو كلها من الوجود التجارة والعمودية هتبقى في ايد عيلة العطار زي زمان الاراضي هتبقى تحت قديكو منتو الاتنين شرق الرشاح هتبقى لعيلة عبدالهادي وغرب الرشاح هتبقى لعيلة المحمدي ده كلامي ايه قولك يا حاج؟ نرى الفتحة جريت قبل كده؟ غزب عني يا زكريا بيبقى تقراها المرة دي بمزاجك ها؟ ايه قولك؟ قلت ايه يا عام الحاج؟ احنا باجينا نساي ما تبصليش كده نرى الفتحة لي يا نادي حبيته حبيته اكتر من انا حبيته؟ يمكن بس هو حبك اكتر كنت دايما بشوفك في عينيه كان كتير قوي بيغلط وبيقولي هايتي كان معي بجسم لكن قلبه وعقله معك انتي اللي بيحب ما بيخانش زكريا ما خانكيش شهايتي انا اللي كنت بحبه وانا اللي كنت عايزة بقى معي يمكن يكون حب فيه حاجة ملاهاش فيك بس انا متأكدة ان كل لحظة كان نفسه يبقى معك انتي كتر خيره والله واللي زيك بقى كده كان بيحس انه نيم مرتاح وهو اخده من بيته واهله بس 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 ايه الطريقة دي؟ ربنا ساعات بيحقق احلامنا وانا طول عمري ما عاشتش في حياتي غير ظلم انا حلمت براجل زي زكريا بس عمري ما عاشت في حالة نظيفة زيك انا كتير قوي الناس كان بيبصلي بنظرة واحدة مش كويسة عشان مجرد ابوي يا صاحب كبريا ساعات كتير قوي كان بيبقى نفسي في حاجه ما لقهاش وحتى بنام على ما خدتي وانا مش مبسوطة لحد ما ربنا رزقني بزكريا وساعاتها ما كانش ينفى عنا ما تنسكش بيه يا هايدي انا صبرت كتير قوي ما صبرتيش قد ما صبرت انا هنا دي ما صبرتيش انا طول الوقت حاسة ان فيه بينك وبينه حكى وما بكلمش دايما حاسة ان فيه حاجه نقصت منه وما بقيتش بتاعتي وما بكلمش كان نفسي يبقى قوم بس حب الزكريا كان اكبر ازيها نادية اللي في بطنك دايبة ابن زكريا على فكرة زكريا بيخلف وما رضيش يجرحك ويقولك ان المشكلة منك ينسي يا هايدي ما تحرمنيش من انا عيش لحظة واحدة جنب زكريا اهلا 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 يا سليم اهلا وسهلا قعد يا فارس عشمي شايفك عشمي شايفك عشمي شايفك يا سيديم يا عم بساعة ما بقيت نجم يا علامو انت محدش قدك ولا حد بقى يشوفك دلوقتي ما تشوفش واحش يا جلال وانا ما تظنش ان شفتي هتبقى حلوة اوي الله ليه كده ليه ليه بس يا سليم كده شوف يا جلال نعم احنا حقينا اللي عندكو لسه مجاش واحنا استنينا عليكو كتير قوي ليه كده ده كان لعب عيال وخلص وانتا يا سليم يا اخويا خلينا نفضى بقى للحلاوة والمكسب وما ليه وكلنا نكسب كده ونبقى تمام مع بعض ما عشان كلنا نكسب ونبقى تمام يا جلال لازم الحق يرجع يا اخويا والحق بيقولي بقى العين بالعين والسن بالسن والصباح بالصباح ما بايش السكات يا سليم ما قولنا بقى ان ده لعب عيال وخلص فارس انتهينا لازمتو ايه الكلام ده بقى ده بقى ده حلا راقياك مالوش لازمة ما شاجل بس فارس اللي هو صاحب الحق بره اللعبة وماروان بره حق فارس اقولك يا سليم يا اخويا اي حاجة انت عايزها من ماروان اقولك يا سليم يا ابدي رعابتك سدادة فعلنا جلال خلاص قضي الغمر عن اذنك لا والله